نظم اجتماع اللجنة القيادية لبرنامج واحد تفيلالت التي تشرف عليه وزارة السكنة والتعمير السيدة المدينة مع شركائنا للسائد الوطني والدولي وذلك يوم التلتاء بالرباط نجي تقديم حصيلة منجزة البرنامج برسم سنة 2012 والمصادقة على مشروع العمل الخاص بسنة المقبلة ونظم هذا الاجتماع بشكل سنوي منطلاق برنامج واحد تفيلالت في 2006 يتعلق بالانجازات في 2012 أهم الإنجازات بالإضافة إلى تطوير واحد مشروع سياحي إيكولوجي سميناه طريق المجهول واللي من خلاله كان نشتغل مع جمعية منعيش السياحة البيئية اللي كان يدعمهم البرنامج ليكون المنتوج السياحي لوحد تفيلالت في المستوى وفي هذا الإطار كان ندعمه هذه الجمعية سواء في دعم القدرات للعاملين في المجال السياحي أو خلق شركات مع فاعلين آخرين لتطوير المجال السياحي البرنامج عادي عرفوا حد دفعة قوية بإضافة واحد الدعم ديال صندوق تنمية القاروية اللي يبلغ ستين بئة المليون ديال الدرهم اللي عادي نحاوله من خلال هاد الإضافة النوعية والمادية باش نقوموا بالأجراء ديال مجموعة من المشاريع خصوصا التي تنبطقه من وطائق تخطيط الستراتيجي التشاركي واللي هي البرامج أو المخططات الجماعية لتنمية ويهدف برنامج واحدة في ليلت الذي تهم أنشطته منطقة راشدية لرد الاعتبار للموروط التقافي والتراطي والرفع من مستوى دخل الساكنة كما يمنون تطوير الفلاحات الإيكولوجية من خلال دعم عدد من الفاعلين الذين يشغلون في المجال لجل تتمين المنتوجات الفلاحية